أفاد مصدر في التحالف الدولي باستهداف قاعدة تابعة له على الحدود السورية العراقية الأردنية بثلاث مسيرات وقال المصدر إن قاعدة التنفى التابعة لقوات التحالف استهدفت ضمن منطقة الخمسة وخمسين كيلومتر عند الحدود السورية العراقية الأردنية بثلاث طائرات مسيرة وأضاف أن التحالف تمكن من إسقاط مسيرتين والثالثة استهدفت القاعدة ولم ترد معلومات عن الإصابات لافتا إلى أن الهجوم يأتي بعد هجومين على قاعدتين أمريكيتين في الأنبار وأربيل